لدى استقبال سموه للسفير البريطاني لدى المملكة أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الحرص على أن تكون العلاقات البحرينية البريطانية أكثر قوة وأكبر تعاونا بما يتناسب مع عراقة العلاقات بينهما والتي تمتد إلى مئتي عام ويتوجى بالمزيد من الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والثقافي والتعليم والتكنولوجي وأشهد سموه بمستوى التعاون القائم مع المملكة المتحدة بمواجهة التهديدات الراهنة للأمن الإقليمي عبر المزيد من التعاون الدولي في محاربة الإرهاب وحفظ الأمن والاستقرار العالميين فيما أكد السفير البريطاني عن الاعتزاز والفخر بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والتقدير العالي لحكومتها برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لدعم هذه العلاقات وتنميتها مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون الثنائي إلى مستويات أرحب لا سيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر الإقضبية صباح اليوم السيد سايمون مارتن سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين وخلال اللقاء نوه سموه بما ترتكز عليه العلاقات البحرينية البريطانية من أبعاد فتحت المجال أمام تعاون ثنائي واسع بين البلدين له خصوصياته الثنائية وأهميته الدولية وبخاصة في الجوانب ذات الصلاة بالأمن والاستقرار وأشهد سموه بالدور الذي تطلع به الخبرات البريطانية في المملكة في مسيرة البناء والتنمية داعيا إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك وفتح المجال واسعا أمام المشروعات المشتركة بين الشركات البحرينية والبريطانية مرحبا سموه بأي مبادرة خلاقة تشكل قيمة مضافة لمنظومة التعاون وأبدى سموه ترحيب البحرين وتشجيعها للمستثمرين في كل البلدين على استثمار الأجواء والفرص الاقتصادية والاستثمارية المحفزة التي يمتلكها البلدان في مضاعفة حجم الاستثمارات المشتركة التي تعود بالنفع على الشعبين الصديقين وتطرق سموه خلال اللقاء إلى استعراض تطورات ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك حيث أكد سمو رئيس الوزراء أن الأمن والاستقرار هما عماد التنمية وأن الأمن مسؤولية مشتركة يطلع بها الجميع في ضوء التهديدات التي لم تعد تستثني أحدا لا في تنسموه إلى ما تقوم به البحرين من دور فعال في دعم الجهود التي تقودها الدول الشقيقة والحليفة من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة من جهته أعرب سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين عن شكره وتقدير بلاده لما يلقاه التعاون البحريني البريطاني من دعم من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء منوها بمستوى التنسيق المشترك بينهما في المجالات المختلفة وما تبذله البحرين من جهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدا حرص بريطانيا على الارتقاء بالتعاون مع البحرين وتطويره في المجالات كافة ترجمة نانسي قنقر